اشتركوا في القناة عن جديده وعن القضايا العربية في هوليوود في لقاء حصري ومباشر في اليوم سيد بدريا نرحب بيكس يسعدنا فعلا أن تكون معنا في اليوم على الحرة أنت مصري من بور سعيد انتقلت إلى الولايات المتحدة في عام 79 لتبدأ مع ذلك مشوار التمثيل هل لنا ولو بدقائق أن نعرف عن الصعوبات والتجربة التي مررت بها وأنت فنان عربي يشق طريقه في هوليوود مثال خير أحب حي على الشعب العربي وحي الشعب المصري وبالأخص لشعب بور سعيد ومدينة بور سعيد الباسلة أنا مهاجر هاجرت إلى الولايات المتحدة فبقيت جزء مجزء من النسيج للشعب الأمريكي المهاجر لأن أنت عارفة كل أمريكا جوم كمهاجر فصعوبات التي وجهتها كانت صعوبات مهاجر في الأول بعد كده بقت صعوبات عربي أمريكي بعد 11 سبتمبر درست إخراج في مدينة نيويورك وبنيت نفسي لأكون ممثل أمريكي من أصل لمصري سيد بدريع أنت ذكرت أحداث 11 سبتمبر الأحداث كانت قصية على المجتمع الأمريكي بشكل عام وعلى العرب في أمريكا بشكل خاص إزاي كان تأثرها عليك أنت كفنان ولكن كتأثرها إلا دفعني إلا أبدأ أكتب لأن أنت عارف فيه إلاك كبير من العرب الأمريكان أن هم يشتغلون في السينما أو في الميديا عموما تلفزيون وصحافة فأنا درست إخراج فبدأت أكتب عشان أقول الحدوط العربية حدوط المهاجر الأمريكي من أصل عربي فده اللي دفعني أكتبه عشان كده عملنا فيلم اسمه American East هو موجود دلوقتي في الفيديو ستور مع الممثل القدير توني الشالهوب وهو من أصل لبناني ومع قايس ناشف إخراج المصري الأمريكي هشام عسوي ويقول على العرب الأمريكان بعد 11 سبتمبر والصعوبات والتحديات التي قبلها العربي الأمريكي بعد 11 سبتمبر سيد بدرية تابعنا في التقرير أن الجميع يتهم أو يقول أن الأفلام الأمريكية تصور العرب فقط كإرهابيين أو تدعيهم للمشاركة في التمثيل عندما يريدون دور إرهابي أو هم يتطلعون إلى دور الشرير هل توافق ذلك؟ أو كيف تفسر هذا المنح في هوليوود؟ لو درسنا السينما عموما في أي بلد في العالم في الفيلان وفي الهيرو في البطل وفي الشرير السينما الأمريكية من بدايتها من بداية العهد السينما الصمتة كان في الموضوع هذا ولو بصينا على السينما العربية وبالأخص عشان نبقى صادقين السينما العربية في مصر حطت الأجنبي بشكل هو الشرير حطت الأسود بشكل الشرير وإذا السينما الأمريكية عملتها مع الهنود الحمر عملتها مع الأفريكان أمريكان عملتها مع الحروب ظهرت في السينما الأمريكية عبرت عن الرجل الشرير بأنه الرجل الغريب زي الألماني في الحرب العربية التانية فيتنامي في الحرب فيتنام وهكذا الشطارة اللي أنت تستغل ده كعربي أمريكي وتبدأ تكتب وتبدأ تقول الحدوتة بتاعتك من داخل النسيج الأمريكي أنا مهاجر أمريكي ومن أصل عربي فلازم أعبر عن الحدوتة دي من حدوتة أمريكية ولكن حدودة مهاجر طيب سيد هل هل بتعتقد أنه حان الوقت للفنانين العرب ولشركات الإنتاج الفنية العربية أنه هي تقوم بالعمل بشكل مكثف أو حتى منظم على إيصال الجسور بين العالم العربي والعالم الآخر لتغيير ما يسميه البعض بالصورة النمطية السيدة عن العرب والمجتمع العربي ومن خلال تجربتك بتنصح بإيه في هذا الموضوع وإنت ممكن تعمل إيه في هذا الموضوع أنا أنا مش هنصح أنا هعمل كالعادة الحمد لله الواحد بيبقى الكبري بين أمريكا وبين بالنسبة لي العالم العربي ومصر أنا نازل إن شاء الله الأسبوع الجاي إلى مصر لعمل أفلام مصرية بتحكي عن إنسان وأجبها أمريكا وبدأنا نفتح مانيجمنت آفس للممثلين المصريين والعربيين اللي عاوزين يشتغلوا في أمريكا وبين بدأنا نعمل أفلام مشتركة في الحدوثة الحدوثة بدأت في مصر وانتهت في أمريكا بدأت في أمريكا وانتهت في مصر فالحمد الله بدأ اتصلنا بالشركات العربية الكبيرة والحمد الله فتحنا موضوع إنه ننزل وعمل كونتراك في مصر على أساس اللي نعمل سينما عربية أمريكية سيد بدريا يعني الكثير يحلم بالعيش في هوليوود قديش يعني العيش في هوليوود في رفاهية وفي جميل مثل ما بيتصوروا كثير من الطامحين للذهاب هناك والله أنا كانت تجربتي كويسة جدا لأنني ما جيت هنا درست إخراج في السينما فكانت زملاتي كلهم دلوقتي ممثلين كبار يعني أنا كنت عايش في نيويورك كنت ساكن مع ودي هارسن أصحابي اللي هم الفيرلي برازر اللي عملوا شيء عن ماري علاقتي قوية جدا جدا بالممثلين اللي اشتغلت معهم اشتغلت مع البتشينو وسفرنا إلى العالم العربي مع بعض اشتغلت مع جورجي كلوني وتقابلنا في دبي علاقت مع جواناس بلترو عملت معه في مين الله يخليك والسلام عليكم وفرصة صعيدة شكرا جزيلا سيد بادريا فرصة صعيدة لنا شكرا لأزنا كمان صرنا أكيد وجودك